تعدادا لزيارة العاشر من محرم الحرام دائرة صحة كربلاء تستنفر ملاكاتها الصحية ومؤسساتها في عموم المحافظة لضمان سلامة الوافدين إلى المدينة المقدسة والمشاركين في شعيرة ركضة طويريج دائرتنا قد انهت الاستعدادات النهائية لإنجاح خطة الطوارئ الصحية لزيارة العاشر وركضة طويريج وتتألف هذا الخطة من عدة محاور المحور الأول هو رفع الوعي بخصوص الأمراض الوبائية وتعزيز اللقاحات والتشخيص السريع لهذه الأمراض والغرض عزلها عن بقية الزائرين كذلك ستكون لدينا ثمانة مستشفيات رئيسية حكومية وأربع مستشفيات أهلية على وهبة الاستعداد طيلة فترة الزيارة ولضمان سلامة الطعام والشراب المقدم للزوار سيرد إلى صحة كربلاء أكثر من خمسين فريقا جوالا تابعا لقسم الرقابة الصحية لفحص المواد الغذائية كما وضعت مختبر الصحة العام في حالة استنفار لدعم الفرق الصحية والحدي من انتشار الأمراض الوبائية ما يقارب الخمسين فرقة هذه الخمسين فرقة هي فرقة تابعة لشعب الرقابة في القطاعات المختلفة وهجبها متابعة المحلات العامة وكذلك المواكب الحسينية سحب نماذج من الأطعم المقدمة والعصار والمياه لزائري أبا عبدالله الحسين كذلك متابعة الشروط الصحية ومدى التزام أصحاب المواكب والمحلات العامة بالإجراءات الصحية المتبعة استنادا إلى الخطة المعدة من دائرة الصحة كربلا لزيارة عاشرة كثف مختبر الصحة العامة من جهوده وإعداد خطة لخفارات ودوام 24 ساعة حيث سوف تستمر الفحوصات وتكثف الجهود لفحوصات الأمراض الانتقالية وخاصة الكورونا وأمراض الكوليرا وإن شاء الله سوف نستقبل كافة العينات من المياه والأغذية سواء من المواكب أو من الرقابة الصحية مع اقتراب زيادة العاشر من محرم من ذروتها استنفار كبير تشهد دائرة صحة كربلا لتقديم أفضل خدمات الصحية لزائرية المدينة المقدسة لبرنامج صباحات حسينية حسين محمد كربلا المقدسة